طبعا درسنا السابق كان طلابنا الأعزاء اللي هو عبارة عن عزم القوة. غزالي بحذكرنا بتعريف عزم القوة. عزم القوة هو فعلها التدويري في الجسم. نعم حسنتي غزالي شكرا لك. اذا فعل تدويري في الجسم. طيب في عوامل تتعلق بعزم القوة يا اسراء جلول. في عوامل تتعلق في عزم القوة. اللي هي شوية. انتي في شدة القوة. انتي وزراع القوة. نعم حسنتي يا اسراء شكرا لك. طيب ريم العمورة يعني ممكن تذكرنا شيكي من شدة القوة. نفتح الباب. انو هادا عزم قوة. وطلبين فتح الباب. بيكون يعني عم بيعمل. يعني كنتيجي. كنتيجي مثلا من نسبة. نسبة لشدة القوة يعني هيكي فينا نقول. ايه. انتي ازداد عزم القوة بزياد شدة القوة المؤسرة. وينقص في نقصانها. نعم حسنتي يا ريم شكرا لكي. ازان اه شدة القوة بتزداد شدة القوة بزياد عزم القوة بزياد شدة قوتها. ازدياد شدة قوتها وتنقص عزم القوة في نقصان شدة القوة. تمام? طيب. يوم اه رح نتابع اللي بيتعلق بعزم القوة التاني. فلا وهو. العامل التاني. هو زراعة القوة. رح نتعرف على زراعة القوة. زراعة القوة هو البعض حامل القوة عن محور الدوران. البعض حامل القوة عن محور الدوران. طيب البعض. مين بيعرف شو يعني بعض? محمد الشيخ? هو الدي. يعني فينا نفسرها كمان بكلمة اخرى. يعني رمز البعض هو الدي. يعني المسافة. اذا هو المسافة. المسافة. ممتاز. اذا هو المسافة حسنتم. البعض هو المسافة. اه مثلا طول اه اللي بيقطعها. مثلا المسافة اللي بيقطعهم من البيت للمدرسة. او مشوار طريقة. هي المسافة. طول مثلا اه اللي بنستخدمه. هي مقياس طول الانسان. نستخدمه ايضا في حساب في اه اه مساحة البيت وغرفة لما بدنا بدنا نبنيها. طبعا نستخدم هيك بعد او مسافة او طول في العرض الى الاخري. تماما? تماما. اه بالنسبة للبعض بدنا ننقصه. لما بدنا ننقصه يا احمد زيدان بيش ننقصه. المسافة الطول البعض. اه يعني بالواحدة بيش تقاص بالواحدة. يعني لما بدك في طولك. احمد. سنتيمتر. سنتيمتر. سنتيمتر يا احمد. اذا تقاص البعض اه او المسافة او الطول او الاخريه بسنتيمتر مقاييس الطول. اه بسنتيمتر كيلومتر سنتيمتر مليمتر بالمليمتر الى اخره من هذه المقاييس. طيب هذا الباب امامنا في باب طبعا جانبا. اه عرفنا احنا محور الدوران. محور الدوران اللي هو بيكون عند اه فواصل الباب. فاصل الباب. اللي هذا الفاصل بيساعد على الوقوف الباب. بيساعد الباب على الدوران او التحريك. صح? او خطأ? لا انت صالح انت. نعم. اذا هوني هذا هو محور الدوران عنده واصل الباب. لو اخذنا نقطة. نقطة ما من باب. حاولنا فتح الباب. طبعا بتكون قريبة من محور الدوران. اخذنا نقطة من باب. مثلا بتكون قريبة من الباب. اللحظ. اللحظ كيف احنا اخذ نقطة مثلا. اخذنا هين النقطة. قريبة من محور الدوران. اه ايجا محمد الشيخ بدي يحاول يفتح الباب يحاول يفتح الباب تمام تلاحظ ان البعد البعد بين محور الدوران ويد محمد شايفين قديمني المسافة والبعد تمام اذا هذا البعد اللي هو يعني قصير جدا هو فينا وكل مثلا اذا بدنا نقيسه بالايد بقدر بالشبر محيك هذا نسمي البعد هو دي تمام اكيد حاولتوا انتم شي مرة مسلا تمسكوا الباب بدكم تسكروا او تفتحوا من النقطة مثل هي النقطة اللي اخذها محمد اكيد حاولتوا مثلا في حدا حاول هيك شي ما حاولتوا يعني مثلا انه بدكم تسكروا الباب او تفتحوا مثلا ممكن انه تمسكوا النقطة بس مهم عند قبضة الباب او مسكة الباب بيكونها مثلا قريبا لمحور الدورة قريبا للفواصل الباب اللي اللي بيساعد على تحريك الباب قريب لالها ايه يا انسي ايه يا انسي اكيد جربتوا ما هيك ايه يا انسي انه تفتحوا هاي فانو لمسكوا بالنسكي ايوة فماتوا اذا ماكت مجربين انتم وان عشين لازم يجربينها اذا ماكت مجربينها لازم تجربوها لا يا انسي جربنا طيب لما حلو تمام اذا لما لما جربتوا ماذا تلاحظ ماذا صارتا انسي ماكت مفتح بالباب ماكت مفتح الباب بسهولي ماكت مفتح الباب بسهولي يا حسنت يا محمد اذا الباب هوني لما بدنا نمسكه من النقطة قريبة لمحور الدوران قريبة لمحور الدوران فمعناته انه هوني الباب بينفتح بسهولي وليس بسهولي رح ينفتح بصعوبة تمام سوف يفتح الباب بصعوبة حسنة يا محمد شكرا لك. تماما أصدقائي؟ نعم. طيب. لو بعدنا عن محور الدوان وحاولنا فتح الباب. يعني مثلا اخذنا النقطة في منتصف الباب بالضبط. يعني مثلا نوضع يدينا على منتصف الباب. يعني طبعا منتصف الباب ما في بيكون في قبضة باب. يعني مسكة الباب. ما بيكون فيه. مثلا انت بدك تمسك بحرف الباب هيك. مثلا بيكون فيه هيك مصمم قطعة خشبية مزخرة في الباب. بدك تمسك انت بحرف هذا الزخرة في الباب صح؟ نعم 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 نعم. حي. لما بدك تمسك القطعة رح يمسك لنا اياها احمد الخطيز. احمد فلاحظ ان البعد بين احمد والمحور الباب يعني طول شوي ولا قصر؟ لا انت طويل. انت طويل. انت طويل. انت طويل. اذا طويل. تماما. اذا طويل البعد. نعم يا احمد. يا سيلا. ليش طويل انت قصدك يعني ان هذه طويلة؟ لا مطولة يا سيلا. لا مطولة انا. عادي دي. البعد بين يعني مثلا ايدك انت مسكت الباب بحرف ما. او خدت مثلا حددت نقطة ما على الباب. وقصت انت معند هاي النقطة لعند محور الدوران او عند الفواصل تبع الباب. انا هيكي قصدة مو قصدة انه على طولك. ليه ننسي انا قصد انه عادي قصدك انت عا تقول انه دي طولات يعني. ايه. 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 دي على المسافة. ايه تماما البعد. انه البعد طول. نسي يعني بعدنا بين النهيت وبعدنا وبعد المسافة بين انه مثلا الشخص والمحور. تماما. بالضبط البعد بين الشخص والمحور لاحظ أن وعي الأكيد ينبيني أمامكم البعد بين النقطة الصدئة اللي هي عبارة عن النقطة أخذناها بدنا نفتح الباب أو نلقه بهذه النقطة عند محور الدوران اللي هذا باللون الأزرق محور الدوران فهذا هو البعد دي لاحظ أنه كان قبل أول تجربة كانت أقصر من الماء طول البعد هاللقين ما هيك؟ في أمسي أقصر طيب لما أخذناه هوني والبعد فبدنا نفتح الباب أو نلقه ماذا نلاحظ؟ أحمد الخطيب تحب تجاوبنا؟ طيب أسهل إذن بيصير الباب فتحه بسهولة أحسنتم إذن بيفتحك الباب بسهولة طيب لو أخذنا لو بعدنا حتى قبضة الباب عن محور الدوران وحاولنا فتح الباب تمام؟ لو بعدنا أسهل أكثر يعني هلأ إحنا جربنا ما عند اللي بيكون ما عند قريب من نقطة ما بتكون عن محور الدوران جربنا في منتصف الباب اللي بتكون أبعد شوي عن محور الدوران ورجعنا كمان جربناها هلأ من اللي نرجع نجربها ما عند نسكة الباب أو قبضة الباب تمام؟ نحن نسك فنلاحظ تماماً إيه ما نلاحظ بالنسبة للبعد يا اتسام؟ للبعد ماذا نلاحظ؟ نعم أخذي نحن بيطول أكتر إذن بيطول أكتر تماماً طيب لما طول البعد بين قبضة الباب ومحور الدوران ماذا تلاحظ؟ ماذا تلاحظ؟ نعم أخذي نعم أخذي رح يفتح بسهولة أم بسهولة؟ نعم أخذي نعم يا آية جلون نعم أخذي آية جلون نعم أخذي بسهولة إذن بيفتح بسهولة أكتر، أكتر من التجربة السغلة ما هيك؟ هي أنسي راح تكون أسهل نقطة لفتح الباب هي أنسي عبكوين راح تكون أسهل نقطة لفتح الباب تمام يعني إذا نسهل نقطة لفتح الباب بكل سهولة بكل أرياحية ما راح نلاقي فيها صعوبة ما هيك؟ هي أنسي هي أنسي صحي تمام؟ طيب هي أنسي فمن هذا الكلام لما مين بيستنتج لي يعني مثلا عن زراعة الوكوية مين بيستنتج لنا؟ الكلام اللي اشتغلنا عليه هلأ بحكينا عنه؟ في حدا بيحبه؟ أم أنسي أم أنسي أم أنسي أنا أم أنسي أنا أم أنسي أنا أم أنسي نعم أم أنسي معيك يلا استنتجي إنا شو متى استنتجي؟ أم أنسي يعني إنه كل ما زداد عزم القوي بيزدياد الطول وينقص وينقصان الطول كمان شكرا لي يا أمينة كمان ساي بيحب استنتج لنا أم أنسي إعلن سي معي كثير يزداد عزم القوي بزياد طول زراعيا واينقص بنقصان نعم محسنتي يا طديقتي شكرا لك إذن النتيجة آم يزداد عزم القوي بزياد طول زراعيا يعني بيسهل علينا فتح الباب العزم القوي اللي بتعلق هوي بالشدة القوي وبيتعلق ايضا في زراع القوي. يتعلق في شدة القوي وزراع القوي. ازان كلما زادت من شدة القوي وزراع القوي الناس الى عزم القوي. فيزداد زراعة وشدة قوتها. وكلما نقص زراع القوي رح ينقص من عزم القوي يعني كتجربيا انه رح ينقص من بينقص من طولة يعني بفتح تجربيا تمام? اه تمام. جمال السرجاوي تحب تشارك معنا? يلا. السؤال يا جمال انه اذكر العاملين اللذين يتوقف عليهم هما عزم القوي. ما هما العاملين? انسي طولة اه جراع القوي. وانسي والقوي اللي متوالي اه و بعد عن محور الدروارة. القوي شدة القوي. نعم شكرا لك يا جمال. اه شدة القوي. الشدة اللي هي ايف? وزراع القوي. شكرا لك يا جمال احسنت. اذا العاملين هما اللي بتوقف عليهم عزم القوي هما العامل الاول هو شدة القوي والعامل الثاني هو زراع القوي. اي هو زراع القوي المقصود هو بطول الزراع من النقطة اللي انت اخذت بتفتح الباب حتى محور الدوران. او من النقطة اللي انت مسلا ماسك اه مفتاح المفتاح البراغي بدك تفتح فيه. اه من نحور الدوران البرغي من نقطة عند الزراع انت مسلا ماسكه من نهاية المفتاح. عندها هي هي البعد. او قررت ايدك لعند في منتصف مفتاح البراغي رح هون هي بمثل الزراع تمام? طيب.